السؤال بعد كده من حساب رمضان تهامي بيقول أنا على المعاش ولي مبلغ من المال في أحد البنوك يخرج لي عائد أستعين بها على إكمال معاشي كل ثلاثة شهور وعلمت أن المبلغ المودع يجب إخراج 10% منها العائد كزكاة للمال السؤال كنت معتادا على إخراج الزكاة في شهر رمضان من كل شهر هل أستمر على إخراج الزكاة في نهاية العام؟ أم يجب إخراجها عند نزول العائد كل ثلاثة أشهر؟ لا تخرج العائد كل ثلاثة أشهر لأن خلاص ده تم قياء بقى مقيس على إحنا مقيس على الأرض يبقى إحنا في الأرض إيه؟ وقاتوا حقه يوم حصادي يبقى أول ما يجي لك الفلوس والريع ده تطلع منه 10% يبقى ده ما تستناش إنت لغاية شهر رمضان لا طلع ده في شهر رمضان طلع ده أول ما يجي لك العائد يعني مثلا جاء لك العائد في شهر رجب جاء لك العائد في شهر شعبان هتطلع على طول 10% من العائد ده لأنه ما بقاش زي زكاة الأثمان ده ألحق وبقى قسناه على زكاة الزروع والثمار السؤال بعد كده من حساب أي من مجاهد هل يجوز زبح عجلي بخري أو جموسي لعقيقة ولد؟ آه يجوز لأن العجل بيبقى عن سبعة فيجوز أن أنت تسبحه عن سبعة يعني إيه؟ عن سبع شياه فيجوز أن أنت تسبح العجل عن ولد لأنه أكتر أكتر هو طبعا هو عارف أن إيه؟ الولد له في العقيقة شاتين عقيقته بتكون بشاتيني فهو قال لك إيه ده عجل واحد قال له لأ ما هو العجل ده بيساوي سبع شياه فيجوز أن أنت تسبح العجل ده في إيه؟ في عقيقة الولد السؤال بعد كده من حساب ياسمين عمر بتقول نفسي تدعيلي أني أتمسك بالصلاة وحفظ القرآن لأنني بحس نفسي مقصرة في حق ربنا عليه أنا أظن السؤال ده محتاج شوية أني احنا نعرف ما وراء السؤال أنا أظن أني ما وراء السؤال أني فيه حد حاسس أنه هو حياته كده نمطها كده مش قريب من ربنا وده بيحصل للناس إمتى؟ بيحصل للناس في أحوال منها لما يكون حاسس أن قلبه أحلى من عمله قلبه أحلى من عمله يعني اللي هو في قلبه من نور مع الله أحسن من عمله فإن اللي بيحصل؟ فييجي يقول طب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أبقى عندي عمل كتير عشان يساوي النور اللي في قلبي إحنا بنقول حاجة لطيفة قوي روح مع الله سبحانه وتعالى وأعمل ما في قلبك يعني نفترض مثلا بس ده مع الحفاظ على الفرائد مع الحفاظ على الإيه؟ على الفرائد لأنه مش بالضرورة يكون عملك الصالح زي عمل غيرك الصالح لا حافظ على الصلوات وحافظ كمان على الزكوات وحافظ على الحج إن كنت من أهل الحج وحافظ كمان على كل الأعمال وحافظ على الصيام أنت كده فعلت لإيه؟ الواجبات بعد كده بقى افعل ما تجد فيه قلبك أنت وجد في قلبك أن أنت إيه؟ تكسر من تلوة القرآن لا أنت وجد في قلبك أن أنت تقرأ خمس آيات بس تسبح فيها أنت لا وجد في قلبك أن أنت لا أنا عايز أنا عايز أحن على الناس وأخدم الناس أنا عايز أكسر من ذكر الله أكسر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك افعل ما في قلبك فإذا فعلت ما في قلبك هيفتح عليك أبواب أبواب العبادات كلها تعودوا على هذا السر العجيب في العبادات حاولوا دائما أن تفعلوا من العبادات ما تجد فيها قلبك وما يبقاش ترجيحك للعبادة اللي أنت عايز تأمنها الرقم بتاع الحسنات اللي أنت متوقعه لأن ما تجد فيه قلبك هو فيه محل أنوار ربك ولذلك دائما افعل ما تجد فيه قلبك دي نصحتي ليك وإنت لو عملت كده إن شاء الله ربنا يفتح عليك وتكون من أهل الاستقامة على الدوام بعد الفاصل نلتقي عشان نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة وعندنا سؤال من حساب ما متآسر هل المرض عقاب من عندي لا ليه كفر للشر كده ده الأنبياء مرضو وهم من أهل المقامات العلية وهم من أهل الرضا وهو الله سبحانه وتعالى وصفه وصف الأنبياء إنهم من أهل الرضا ومن أهل الفضل ومن أهل الكرم سيدنا عقوب ذهب بصره ثم الله سبحانه وتعالى أكرمه سيدنا يوسف سيدنا يونس سيدنا أيوب وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عند السكرات الموت أصابته الحمى وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان أصابوا بعض التعب فيه من أكل الذراع المسمومة فلا مش صحيح الكلام ده بالعكس ده في أوقات كتيرة بيكون المرض ده تخفيف من الزنوب ورفع من الدرجات وإحنا نلاقي ده فين ولذلك حضرت النبي يقول حتى الشوكة يشاكها يمحو به الله سبحانه وتعالى المعاصي ويزيل من القلوب الغشوات ده أنا أعرف ناس لما جالهم المرض قلوبهم أصبحت رقيقة واتصلت بالله وكيف يكون المريض وكيف يكون المريض في غضب الله وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة أنه يقول مرضت فلم تعودني قال وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أن فلان مرض فلم تعوده فلو عدته يعني لو رحت زرته ووسيته وجبرت بخطره إيه اللي حاصل لو وجدتني عنده يبقى إزاي بقى لو وجدتني عنده يعني الله سبحانه وتعالى بيشرف المكان اللي فيه المريض وبيخليه مكان لتنزلات الرحمات والبركات وأنت تقول أن المريض يكون ده يكون المرض ده غضب من الله هو المرض ده قد يكون اختبار للعبد بس مش كل اختبار جاي عشان العبد يسقط أو العبد يعاقب لا ده فيه اختبارات ربنا جايبة عشان العبد يرتقي فلذلك لا المرض مش غضب من الله سبحانه وتعالى المرض اختبار وحسب الشخص اللي يتعامل مع المرض يصبر فيدخل في قوله تعالى إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب طب ما صبرش وجزع فمن راضيه فله الرضا ومن سخط فله السخط طب إذا هو مرضيش وابتدى يشتكي وابتدى يتمرد وابتدى يكره حياته لا يبقى كده وايه سخط يبقى إمتى يكون سخط من رد فعل العبد لما يجيله المرض وعشان كده لا المرض مش من عقاب من الله سبحانه وتعالى ولا غضب من الله سبحانه وتعالى المرض ماذا؟ اختبار من الله